كتير بقولولي انا ما بدي افطر وما بحب الفطور لانه انا لما افطر بجوع طول النهار وطول النهار بدي اعكل شو السبب ورا هذا الاشي وفي ناس تاني بقولولي مش كمان مشكلتي بالفطور مشكلتي باول وجبة بتناولها بس ارجع من الشغل طب وين المشكله ليه انا لما افطر بجوع هل في سبب لهذا الاشي وهل الفطور هي الوجبة اللي بتخربلي نظام حياتي او هو اللي بتقدي لزياده الوزن بفيديو اليوم رح اشرح لكم كل التفاصيل من الناحيه العلميه ومن الناحيه التغذويه شو الحلول وشو المشكله الاساسيه اللي بتقدروا اتحددوها وتحلوها لتتخلصوا من هذا الموضوع ويلا نبدأ بفيديو اليوم لنشرح الموضوع خلينا نفهم وين اساس المشكله عاده اغلب الناس البلولي انا لما افطر بجوع ممكن يكون عندهم مشكله صحيه وهم مش منتبهين لالها ففي عندنا عده اسباب رح ندخل فيهم واحده 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 من اهم الاسباب مقاومه الانسولين شو يعني مقاومه الانسولين لاشرح لكم اياها بشكل بسيط ومفصل احنا عندنا هاي عباره عن خليه الجسم عباره عن خلايا وهاي الخلايا بدها طاقه بدها طاقه عشان تقدر تعيش فبالتالي شو مصدر الطاقه لالها اللي هو سكر الجلوكوز وهذا السكر بيجي من وين ما بيجي بس من الشوكولاته والحلو بيجي كمان من النشويات بيجي من الخبز بيجي من الرز بيجي من الماكرونه من كل مصدر الجلوكوز بيجي من كل هاي الاشياء اللي فيها النشويات فاحنا عاده لما ناكل اوكي هاي عنا الدم تمام اول المناكل بيصير عنا عملية هضم وهذا الجلوكوز كله بروح للدم شو بيعمل الدم لما الدم يعرف انه في عنا جلوكوز ارتفع نسبته بالدم رح يفرز هرمون كتير مهم اللي هو منسميه الانسولين اللي هو انا مشبهه شكله بهذا الشكل بنفرز هذا الانسولين شو رح يعمل الانسولين الانسولين رح يروح عندي الخلايا ورح يرتبط في عنا مستقبلات على كل خلية رح يرتبط هدول جزيئات الانسولين هون يعني هيك بيصير لما يرتبط الانسولين بالخلايا بفتح بوابات عشان كل هذا السكر والغلوكوز يدخل الداخل الخلية والغلوكوز والمغزيات اللي هي مصدر الاساسي للطاقة بحالات مقاومة الانسولين بيصير فيها من اسمها مقاومه يعني الانسولين ما عم بقدر يعمل شغله وما عم بقدر يرتبط بالخلايا بالطريق الصح لعده اسباب من اهمها السمنه وزياده الوزن موجود الدهون فهذا شو بيقدي بيقدي انه السكر في الدم يكون عالي لانه مش كله عم بقدر يدخل للخلايا فمستويات السكر في الدم رح ترتفع بشكل كتير كبير الجسم شو بيفهم رح يفهم نقطه انه هاي الخلايا ما عم بوصلها مغزيات اكتر فاذا عندي مشكله فانا رح افرز انسولين اكتر عشان الانسولين يشتغل اكتر فبالتالي هذا السكر عم بيرتفع والانسولين عم بيرتفع وكل ما كان السكر في الدم عالي والانسولين عالي كل ما احنا جوعانين فبالتالي معظم الناس اللي عندهم مقاومة انسولين وبيفطروا فطور خطأ ما عم نحكي على وجبة الفطور فطور خطأ رح يعانوا من مشكله مقاومة الانسولين من مشكله مقاومة انسولين وتؤدي للجوع زي ايش فطور خطأ نوع الطعام هاي من المشكله التانيه في فرق اني انا افطر شوكولاته او افطر اهوه مع سكر وبسكوت واني افطر خبز اسمر طب الناس رح يقولي هذا بالاخر رح يروح للسكر يصير سكر وهذا بالاخر رح يصير سكر صحيح ولكن هذا سكريات بسيطه يعني حضمها بالجسم ما رح ياخد وقت بوصل للمعده كله عباره عن جلوكوز سائل وجاهز تشرب كاسة عصير بسكر فيها سكر مضاف ولا اشي ما بده الجسم يعود يحضم فيها فبالتالي السكر في الدم رح يرتفع بكميات كتير كبيره لما اكل انا خبز اسمر عم باكل هذا الخبز ولكن فيه الياف والخبز عباره عن نشا هذا النشا بده يمره بمراحل هضن وتكسير ليتحول بعدين لسكر الجلوكوز فانا كمية السكر رح توصل للدم ما رح تكون بسرعه ولا بكميه هائله فبالتالي نوع الطعام مهم غير نوع الطعام شو عم بدخل مع اكلي في فرق اني انا اكل شوكولاته وحليب الصبح واعتبر حالي فطرت او رحت اخدت قهوه مع سكر مع كروسون وبين اني افطر انا خبز اسمر معي بروتين يعني احط خبز اسمره مع لبني مع زيت زيتون لانو الدهون بتقلل من عملية ارتفاع السكر واخد معها خضار اخدت خضار الياف يعني انا الاكل رح يطول ليوصل للدم ويرتفع السكر تدريجي فانا لما اعطي جسمي اذا انا عندي مشكله مقاومه انسولين وعن بعطيه سكر طاعه طاقه ولكن بتدريجي يقدر يحاول يتخلص من هذا السكر ويدخل الخلايا بقل كتير شعور الجوع زي ما منفكر سبب ثاني كمية الطعام هاي اساسية في فرق اني انا اكل خبز اسمر ولكن اخد رغفين الصبح مع لبني لحالها بدون الياف او اي بروتين اضافي او تكون كمية اللبنة قليلة او اخد خبز اسمر ما عم ربا ما استفدت انا عم باخد كمية كبيرة من النشويات بتتحول للسكر وعم ترفع للسكر في الدم وعم بزيد الجوع بشكل كتير كبير النقطه الرابع عندنا واساسية توزيع الوجبات في ناس بشعروا بنفس الشعور اللي حكيت عنه اني انا اول ما افطر بجوع ولكن بكون اول وجبة بتناولوها في ناس بروحوا الصبح ما بياكلوا بلتهوا بالشغل قاعدين على المكتب بشربوا بس قهوه اول وجبة كبيرة بياكلوها ساعة 5-6 اكيد الجسم رح يجوع وعادة اذا كانت الوجبة دسمة وكمية كبيرة من الاكل اكيد رح يجوعوا ورح يصير شعور الجوع كتير بالليل يعني بالليل رح يقضوها بس بنتويش وخاصة اذا كانت خياراتهم خطأ ففي ناس بعملوا سيام متقطع سيام متقطع كتير مفيد لمقاومة الانسلين والسكر ولكن انا شو استفدت اذا عم بعمل سيام متقطع خياراتي بالاكل سيئة انا اصوم 12 ساعة و 16 ساعة واول وجبة اكلها عباره عن حلو او اول وجبة عباره عن رز وجاج من غير اي من غير اي خضار او الياف ما رح استفيد فانا بدي اعمل سيام متقطع عشان اخفف من مستويات الانسلين ولكن الاولويه الاهم انه شو الاكل اللي عم باكله بالفتره المسموحه وكيف توزيع واجباته اذا عم باخد احتي رياجاتي كلها تمام في عندنا كمان النقطه الخامسه قلة الالياف قلة الالياف من اهم الاشياء اللي بتخلينا نجوع اذا انا بس عم باكل سكر وكنوصون وسندويشة من غير اي نوع الياف اللي هي موجوده بالخضار والفواكه وكمية الالياف في جسمي كتير قليله ممكن اذا انا عندي سمنه واول مره بعمل سيام متقطع خففت كمية الاكل انحف اولها بس بعدين رح ابطل اسيطر الالياف بتساعد انه السكر ما يرتفع بالدم بشكل كتير كبير فبتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم عملية الهضم بتصير اطول فبالتالي انا ما بجوع بسرعة وبتخفف من ارتفاع نسبة السكر في الدم وبتقلل من امتصاص السكر في الدم انه عن طريق الجسم تمام نقص البروتين بروتين من الاشياء اللي كتير مشبعه يعني مثلا انا لما افطر سندويشة مربه مش زال ما اكل سندويشة بيت خاصة اذا كان معها الياف البروتين بشبع بساعد على تنظيم مستويات نسبة السكر في الدم فانا ادخل بروتين بالثلاث وجبات على الاقل ممكن بيض الصبح او جبنه بيضه مش ضروري بيض كمان بكميات كتير هائله جبنه حمص فول هدول فيهم بروتين والياف دجاج سمك مرات اكل نباتي يعني الوجبه احط فيها عدس حمص فول المساء احط شويه لبنه اشرب لبن مع الخضره او احط لبن مع خيار مثلا هذا كتير بسعد عنا كمان التكيف هاي نقطه كتير اساسيه في كتير ناس على سؤال انه انا بس افطر بجوع في كتير ناس متعودين عن نظام حياتهم بقوموا الصبح بيشربوا احوة ممكن مع شوكولات او بدون بيضلهم طول النهار ما بيأكلوا اول وجبة بيأكلوها خمسه بس هدول 99% من هدول الناس وانا متأكدة بيعانوا من مشاكل سمنة مع الوقت اغلبهم واغلبهم لو تسألوهم بقولولهم بقولولكم انا بالليل بتفتح معي بصير مش قادر بدي اكل كل اشي فبالتالي انا شو استفدت هلا اول ما يبدوا يفطروا اشي طبيعي مش متعود جسمهم على الفطور اولها راح يجوع بس انا اذا ببدأ افطر وبدخل وجبات صحيه ووجبات متوازنه خلال النهار وبخلي اخر وجبة بس ارجع المساء ساعة 6-7 مية بالمية ما راح تحسوا بهذا الجوع اللي راح تحسوا فيه وهذا زي ما بصير بشهر رمضان شهر رمضان اول بداية شهر رمضان معظم الناس اول يوم الصيام بكون صعب عليهم اخر يوم رمضان كتير سهل ليش لانه صار فيه تكيف الجسم تعود مع العادات الجديدة فاذا كان مثلا صيام المتقطع او صيام مثلا رمضان وانا عم بدمج وجبات صحيه مش بقضيها بعد فترة الصيام باكل حلو وكميات كبيره ما راح اعاني من السمنه او مشاكل صحيه فبدنا نصوم صيام متقطع تمام ولكن الصيام المتقطع اذا عم ندمج وجبات خطأ ممكن ما يكون افضل طريقه بالتحكم بمقاومة الانسولين والتحكم بالجوع والتحكم في الوزن فهاي من اهم الاشياء وطبعا في كتير حلقات اليه على اليوتيوب عن انواع صيام متقطع وافضلها طب شو الحل شو اعمل من الاجوب اعرفنا اول اشي توزيع الوجبات يعني انا ما بزبط افطر الصبح الساعة 7-8 قبل ما اروح على الشغل وثاني وجبه اكلها ساعة 6 المسه بس ارجع بدي اخد معي وجبات صحيه مفيده اخد معي مثلا كمشه مكسرات مع لبن اخد معي خضار وفواكه بالنص الساعتين اخد سلطه فيها شوية بروتين مع دوره او كينوه بهاي الطريقه عشان انا اذا بدي ابضى فطوري بكير بدي اوزع وجباتي تكون اخر وجبه لما ارجع المسه ما راح احس بالجوع ابدا ثاني نقطه واساسيه جدا الالياف ثم الالياف لازم اتناول على الاقل ثلاث حصص خضار في اليوم ممكن بالثلاث وجبات اساسيه او على الفطور وبالسناك وبالغداء واحدين على الاقل فواكه لانها مصدر للالياف وما انسى الالياف الموجوده ببوزولة تشيا بالكينوه بالحبوب الكامله بالعدس هدول كلهم مصادر الياف ثلاثه بروتين كفايه بروتين صحي انا ما بهمني اخد بروتين دجاج مقلي شو استفدت؟ انا بدي اخد بروتين مطبوط بطريقه صحيه وانوع ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني اربعه الانتبه للسكر كل ما عم باكل سكر بسيط كل ما زاد الجوع كل ما كان عندي مقاومه انسلين عم بزيد المشكله اكتر فبنا ننتبه لالدي انا عم باكل سكر وممكن اذا باشتهي اشي حلو اذا انا باكل وجباتي صح وبقسم وباكل قطعة حلو صغيره ما رح تعمل الافكت زي لما انا افطر على الحلو بعد فترة صيام اللي هي النوم ان انا نايمه وابدا بحلو شعور الجوع رح يكون مضاعف خمسه فيه اشياء ممكن تساعدنا للتحكم بالجوع زي الخل ابل سايدر فينيجر خل التفاح العضوي خل التفاح العضوي ممتاز جدا وممكن انا ااخده احط معلقه كبيره على المي افطر ااخد بعدين بدي اشرب اشياء بدل ما قضيها قهوه طول النهار لتر هذا المي احط عليه معلقه خل عضوي خل العضوي بيقلل من شعور الجوع وبساعد على تنظيم مستويات السكر في الدم وحل مقاومه الانسولين حتى الالياف فيه عنا بعض الالياف اللي من قدرنا اخدها زي الالياف الاسباكول او بيسموه السيليوم هاسك هذا ممكن اضيف معلقه على اللبن والفواكه واخدها كمصدر الالياف اخر نقطتين كتير مهمين الاسترس والنوم انام ساعات كفاية وانام بالاوقات الصح يعني انام باللين واصحب النهار مش هقلبها هذا كتير بيساعد على التحكم بهرمونات الجوع والشبع ومقاومه الانسولين واخفف قد ما بقدر من الاسترس اكيد كل حياتنا فيها استرس وتوتر ومهام لازم نعملها ولكن لازم الاقي طريقه كيف انفس عن حالي اني انا عامل رياضه امشي اعمل هوايه بعملها هاي كلها كتير بتخفف من هاي المشكله اذا حبيت اليوم اشرح لكم ناحية علمية وتغزوية كيف تقدروا تتحكموا بالجوع خاصة الناس اللي بقولولي انا بس افطر بجوع بطريقه التحكم بنوع الاكل كميات الاكل وتوزيع الوجبات بالطريقه الصح ان شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد للكم اكون جاوبتكم عن اسئلتكم اذا عندكم اي اسئلة تقدروا تكتبوا ليها بالتعليقات عشان اخصص فيديو تاني عن هذا الموضوع واذا حبيتوا هذا الفيديو حبيين توصلكم فيديوهاتي اول باول تقدروا تعملوا سبسكراب بالقناة اشتراك وتفعيل الجرس عشان اول ما انزل فيديو تحضروه تقدروا تستفيدوا ان شاء الله من هاي المعلومات اللي بحب اقدملكم اياها واذا حبيين تشتركوا بحميه من اي مكان في العالم تقدروا تشتركوا من خلال موقع الالكتروني www.robodiet.com انا اكيد بشوفكم بفيديو جديد باي باي